بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرات الأشرفية الخاصة أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع موضوع اليوم أسلوب الاستفهام وسنقوم بحل أسئلة الكتابة والتعبير معا في البداية يا رابع ما معنى أسلوب الاستفهام؟ أسلوب الاستفهام هو أسلوب يقصد منه السؤال أو الاستفسار أو الاستعلام عن أشياء أو أمور مبهمة أي مجهولة بالنسبة إليك الإنسان بشكل عام يا رابع عندما يسأل عن شيء أو عن أمر ما يسأل عن شيء يجهله لا يعرفه هذا هو أسلوب الاستفهام إذن هو السؤال أو الاستفسار أو الاستعلام عن أشياء وأمور مبهمة أي مجهولة بالنسبة إليك يتكون أسلوب الاستفهام من أداة الاستفهام التي تأتي في بداية الجملة الاستفهامية ومن علامة الاستفهام التي تأتي في آخر الجملة الاستفهامية أدوات الاستفهام يا رابع لدينا أسماء الاستفهام ولدينا حرفة الاستفهام في البداية أسماء الاستفهام اسم الاستفهام من وليس من يا رابع إذن هو من بفتح الميم من هو اسم استفهام للسؤال عن العاقل الإنسان العاقل الذي يمتلك عقل فأنا عندما أقول من فتح الباب تقول لي مثلا خالد فتح الباب فالجواب خالد من فتح الباب خالد فمن يا رابع للسؤال عن العاقل لأن خالد عاقل لماذا؟ لماذا اسم استفهام يستخدم للسؤال عن السبب؟ فأقول لماذا تنام باكرا؟ تأتي أنت بالجواب يحتوي على سبب فتقول لي لأستيقظ نشيطا إذن أولا أسماء الاستفهام لدينا يا رابع من بفتح الميم وليست من بالكسرة لأن من من خروف الجر واسم الاستفهام هنا هو من بفتح الميم من من أسماء الاستفهام التي تستخدم للسؤال عن العاقل الذي يمتلك عقل وهو الإنسان فلو سألتك من فتح الباب ستقول لي مثلا علي فتح الباب خالد فتح المعلم فتح الباب خالد وعلي والمعلم عاقل إذن هو إنسان عاقل يمتلك عقل فمن للسؤال عن العاقل لماذا؟ لماذا تستخدم للسؤال عن السبب؟ لماذا تنام باكرا لأستيقظ نشيطا لأستيقظ نشيطا يا رابع هي سبب نومك مبكرا لماذا للسؤال عن السبب كم للسؤال عن العدد كم عدد طلاب صفك عشرون إذن عشرون عدد أين للسؤال عن المكان أين يعيش النمر ستقول لي في الغابة الغابة مكان إذن أين للسؤال عن المكان متى للسؤال عن الزمان فعندما أقول لك مثلا متى تشرق الشمس تشرق الشمس صباحا الصباح هو زمن أيضا من أسماء الاستفهام رابع لدينا ما وماذا ما وماذا للسؤال عن غير العاقل الذي لا يمتلك عقل فلو سألتك ماذا تقرأ قلت لي أقرأ قصة أقرأ جريدة جريدة وقصة رابع هي غير عاقل لا تملك عقل فأستخدم اسم الاستفهام ماذا أيضا ما عنوان الدرس أسألك عن العنوان عنوان الدرس هو غير عاقل لا يمتلك عقل لذلك أستخدمت اسم الاستفهام ما فما وماذا للسؤال عن غير العاقل أخيرا كيف؟ كيف تستخدم للسؤال عن الحال أو عن الطريقة؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ ستقول لي أذهب إلى المدرسة راكبا أذهب إلى المدرسة ماشيا راكبا وماشيا رابع هي الحال أو الطريقة التي تذهب أنت بها إلى المدرسة ولو سألتك أيضا كيف حالك بعد الحمد لله طبعا ستقول لي مريضا سعيدا متعبا هذه هي الحال التي أنت عليها فكيف للسؤال عن الحال أو الطريقة؟ أما حرفاء الاستفهامي رابع فهما هل والهمزة وتكون الإجابة دائما عنهما بنعم أو بلا فلو قلت لك مثلا هل تنام باكرا هل تنام باكرا سيكون جوابك إما نعم أنام باكرا أو لا لا أنام باكرا أيضا أقرأت القصة لاحظ معي رابع الهمزة الملونة باللون الأحمر هذه هي حرف الاستفهام الهمزة أقرأت القصة أتناولت دوائك ستقول لي نعم قرأت القصة أو لا لم أقرأ القصة إذن هل والهمزة هما حرفاء استفهام دائما الإجابة عنهما تكون بنعم أو بلا الكتابة التدريب الأول اكتب في كل فراغ مما يأتي الكلمة المناسبة مما بين القوسين أمام كل جملة ألف تميزت جرش والبترة بكثرة الزائرين وهما المدينتان لاحظ معي يا رابع المدينتان عائدة على جرش والبترة وكلمة المدينتان تدل على مثنى وعلى مؤنث لذلك سأختار اللتان تشتهران بالآثار القديمة با يتعب الوالدان في تربية الأبناء وهما إذن هما عائدة الوالدان لذلك سأختار اللذان يستحقان البر والإحسان جيم نسيبة المازنية من الممرضات كلمة الممرضات يا رابع تدل على جميع مؤنث لذلك سأختار اللواتي أسهمن في معالجة الجرحى هذه الكلمات رابع الموجودة بين القوسين هي أسماء موصولة هي الأسماء الموصولة هذه الملاحظات رابع من الأفضل ويرجى تثبيتها أمام كل تدريب كما أفعل أنا على الكتاب التدريب الثاني أعد كتابة الكلمتين منونتين بتنوين الفتح إذا لدينا كلمات ملونة بتنوين الضم سنقوم بإعادة كتابتها لكن بتنوين الفتح فماء أصبحت ماء سماء سماء بناء بناء لاحظ معي يا رابع كيف وضعنا التنوين على الهمزة مباشرة دون إضافة ألف التنوين والسبب في ذلك أن هذه الهمزة سبقت بألف فلا نقوم بإضافة ألف التنوين بعد الحرف الأخير السؤال الثالث املأ الفراغ في كل جملة بإعادة كتابة الكلمة التي بين القوسين أيضا منونة بتنوين الفتح إذن إعادة كتابة هذه الكلمات يا رابع في الفراغ ولكن منونة بتنوين الفتح أيضا ألف عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا في المدينة لاحظ معي رابع قاضيا وضعنا التنوين على الحرف الأخير وهو الياء ثم قمنا بإضافة ألف التنوين با سعدت فتا ضاريرا يقطع الشارع ضاريرا التنوين على الرا وهي الحرف الأخير ثم أضفنا ألف التنوين جيم جزرت قرى كثيرة فأعجبني جمال الريفي كثيرة التنوين على التاء المربوطة مباشرة دون إضافة ألف التنوين دال تعقد الندوة في الساعة الخامسة مساء لاحظ معي يا رابع مساء وضعنا التنوين على الهمزة مباشرة دون إضافة ألف التنوين كما في سماء وبناء وماء لأن الهمزة سبقت بألف فنضع التنوين عليها مباشرة دون إضافة ألف التنوين الآن ننتقل معا يا رابع إلى التعبير السؤال الأول ضع كل كلمة مما بين القوسين في الفراغ المناسب لها بيت رجل أهل المؤمنين كبرك والجزية مر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال عمر رضي الله عنه ما أنصفناك أخذنا منك الجزية في شبابك ثم ضيعناك في كبرك فلك علينا حق أن نعطيك من بيت مال المسلمين السؤال الثاني اكتب سؤالا مناسبا لكل إجابة مما يأتي مستخدما الكلمات المبينة إذن يا رابع اكتب سؤالا لدينا إجابات يريد مننا السؤال أن نكتب أسئلة على هذه الإجابات بما أنه يريد أن نكتب أسئلة إذن هذا السؤال يتحدث عن أسلوب الاستفهام أو السؤال وقلنا أن أسلوب الاستفهام يبدأ بأداة الاستفهام وينتهي بعلامة الاستفهام كما ترون على الشاشة يا رابع الإجابة الأولى قرأ سليمان قصة عن القاضي الذكي إياس إذن قرأ سليمان قصة سيكون السؤال يا رابع ماذا قرأ سليمان بما أنني أتحدث عن قصة والقصة غير عاقل سنستخدم أداة استفهام تدل على غير العاقل وهي ماذا إذن ماذا قرأ سليمان سيأتي الجواب قرأ سليمان قصة زار فؤاد جبل القلعة يوم الجمعة بدأ السؤال بمتى ومتى للسؤال عن الزمان إذن متى زار فؤاد جبل القلعة سيأتي الجواب فيه زمن زار فؤاد جبل القلعة يوم الجمعة إذن يوم الجمعة يا رابع دلت على زمن نعم أحب الأولاد اللعب بالثلج قلنا يا رابع أنه أداة الاستفهام التي نستخدمها إذا كان الجواب نعم أو لا هي حرف الاستفهام إما هل أو الهمزة فهنا بدأ السؤال بهل هل أحب الأولاد اللعب بالثلج فيأتي الجواب نعم أحب الأولاد اللعب بالثلج وصل المسافر إلى بيته متعبا بدأ السؤال بأداة الاستفهام كيف وكيف للسؤال عن الحال كيف وصل المسافر إلى بيته فيأتي الجواب وصل المسافر إلى بيته متعبا إذن الحالة التي كان عليها المسافر عندما وصل إلى بيته متعبا هذه هي حاله يستقبل الملك زواره في قصر رغدان قصر رغدان يا رابع يدل على مكان القصر مكان لذلك استخدمنا أداة الاستفهام أين؟ الخاصة بالسؤال عن المكان فسيكون السؤال أين يستقبل الملك زواره ليأتي الجواب يستقبل الملك زواره في قصر رغدان ترجمة نانسي قنقر